السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عاملين ايه؟ اتمنى انت تكون بافضل حال واعتم الصحة غالبا ما تكون كرة القدم منصفة واعتقد احد الليالي اللي كانت منصفة فيها هي النهاردة في اللقاء ما بين المنتخب الاسباني والمنتخب الفرنسي على الرغم من ان المنتخبين مروا بنفس الظروف وهو التأخر في النتيجة لكن شفنا ان المنتخب الافضل والمنتخب اللي كانت بيأدي على ارضية الميدان بشكل اقوى هو اللي استطاع في النهاية انه ينتقل الى النهائي المنتخب الاسباني عشان يطرد الديوك من يورو 20-24 ويلعبوا على المركز الثالث والرابع فالله بينا دوس لايك للفيديو واشتراك في القناة معكم محمود بدرام مجنون يونايتد وتعالوا نتكلم عن فوز اسبانيا على فرنسا مستوى المنتخب الفرنسي في هذا اليورو بيدعو الى القلق وبيدعو الى التساؤل مش معقول منتخب عنده هذا الكم من المواهب ومن اللاعبين على مستوى جميع الخطوط وفي النهاية تلاقيه بيأدي بالاداءات دي تلاقي ان اول هدف بيجيبه من اللعب المفتوح هو الهدف النهاردة اقصاد اسبانيا بل انه مسجل اربع اهدف في اليورو فقط لا غير منهم اتنين عكسيين وواحد بالانت يا معلم مش معقولة المنظر اللي شفناه النهاردة بالنسبة للمنتخب الفرنسي لما تيجي تقارم ما بين المنتخبين هنا وهنا تلاقي لا ان فيه حدة في الاداء بالنسبة للمنتخب الاسباني ان المنتخب الاسباني عنده افكار بينافزها داخل ارضية الملعب وبيحاول من خلالها ان هو يوصل اللي هو عايزه وشفنا ان الافكار دي نتج عنها هدفين يعتبروا بنفس الطريقة بالنسبة للمنتخب الاسباني فلما نيجي لنتكلم الاول ان فرنسا لعبت عشر دقايق فقط لا غير ويمكن احلى عشر دقايق لعبتها في اليورو ككل هي اول عشر دقايق لحد لما جبنا الهدف بتاع كولومواني وكأن المنتخب الفرنسي نازل لعب فورا من واحد مين اللي يجيب الهدف الاول اللي هيجيب الجولدن جول يا معلم هو خلاص كده اللي يفوز بالمباراة عرضية من مبابيه بيكملها كولومواني بعد ما تضرب في دماغه ويعني الدربة اللي ما شفتهاش على الارض اللي اعتقد ان فكرت كولومواني ان يستخدم دماغه وان هو مهاجم وعادي يحطها بالهدف مش هتحس بهندبول ولا حاجة عليه فحطها في المرمى واصبحت النتيجة واحد سفر ولكن تحس اني خلاص المباراة انتهت بالنسبة للمنتخب الفرنسي يلا بينا نرجع لورا يا جماعة يلا بينا مدقيق عشر نحافظ على النتيجة ونحافظ على الواحد سفر القصاد احسن منتخب في اليورو حتى الان عشان كده الواحد بيقول ان الكورة منصفة لما تلاقي المنتخب الاسباني هو منتخب طالع من مجموعة فيها حامل لقب وفيها كرواتيا وهي مجموعة الموت وبعد كده بيقابل صاحب الارض والجمهور المنتخب الالماني ويقدر يتفوق عليه ويلاعب منتخب من اكتر المرشحين للحصول على لقب وهو المنتخب الفرنسي ويقدر انه هو يتفوق عليه نشوف ان المنتخب الاسباني بيتعامل كويس جدا بعد هذا الهدف وما بيتهزش بل انه بيقدر انه هو يتعادل بموهبته لمين يمال اللي بيحط كورة في التسعين بصراحة يعني كورة سيم ولكن تعال نشوف المنظر اللي جاب الهدف ده اللي كان بيعمله المنتخب الاسباني هنا المنتخب الاسباني كان بيعتمد على انه يشتت المنتخب الفرنسي بانه يقفل اطرافه او بانه يحاول يضغط على المنتخب الاسباني في الاطراف فبالتالي العمق يفضى فيقدر اي حد تروح له الكورة يسدد من هنا ويكون زاوية التسديد له مفتوحة او حتى الجناح ذات نفسه يقدر يقطم لجوه ويبقى فيه زاوية تسديد انه هو يحط الكورة في الحتة البعيدة وده من خلال استخدام الازهرة سواء كان كوكورية من ناحية الشمال او خيسوس نفاس من ناحية اليمين وبتلاقيهم بيتقدموا لحد منطقة الجزاء المنتخب الفرنسي فبالتالي هم بيقدموا المساندة للتنين اجنحة ويليامز ويمال اللي بيدخله جوه وبيكونوا في انصاف المساحة ما بين الظاهير وما بين قلب الدفاع الفرنسي وده بيخلي ان انت مش حسيه باتنين على واحد على الظاهير يلعبوا مع بعض فبالتالي بيسحب رابيو بيسحب شواميني بيسحب كانتي ان هو يعمل ضغط في الحتة اللي فيها الكورة فبالتالي بيفضل عمق الفرنسي وصاد اتنين قلوب الدفاع عشان كده تشوف لامين يامال اللي بيخش لجوه وبيقضم وبيروح مسدد برجله في العكسية على طول هدف في التسعين هدف ولا اروح عشان يصبح اصغر لاعب يسجل في اليورو وفي كاس العالم مجتمعين بالنسبة لسن الراجل لسه ماكملش 17 سنة الكورة دي بتتكرر اكتر من مرة سواء من ويليامز الناحة التانية او من لامين يامال ما بيلجاوش ان هما يلعبوا الكاتباج داخل منطية الجزاء او العرضية داخل منطية الجزاء وانما بيحاولوا ان هما ييدوها الحد على حدود منطية الجزاء ان هو يسدد وشوفنا ريز فاكتر من مرة بيسدد او انهم يسددوا بنفسهم ويقوموا ويسددوا بنفسهم وبنشوف الهدف التاني اللي على طول بيجي وراه في اربع دقايق فرق ما بين الهدفين واللي بيحطوا داني قلمه من الكورة المرتدة من دفاع المنتخب الفرنسي ويسددها وتخبط طبعا في كوندي وتخل المرمى على فكرة كوندي مقدم مباراة من احسن ما يكون بالنسبة للمنتخب الفرنسي بنشوف ان المنتخب الاسباني بعد تقدمه ما بيتراجعش للخلف ويقول ها ها انا خلاص يا معلم انا متقدم اثنين واحد بقى انت اللي عليك الدور ان انت تهاجمني فبالتالي انا حسيب لك الكورة وانما بنلاقي ان المنتخب الاسباني بيحاول يكمل اقصى مدة ممكنة من هذا الشوط وهو في حالة هجومية وليه لا اسعى للتالت في ظل ارتباك المنتخب الفرنسي وممكن انهي المباراة بدري بدري او احط ان المباراة شبه منتهية بالنسبة لي المنتخب الفرنسي بقى كان بيحاول من ناحية اليمين من ناحية ديمبلي ليه من ناحية دي لان ده بيخلي ان في زيادة عدد داخل منطقة الجزاء سواء من كلهم وانيق او من باب اللي حيضم معاه ويخش كراس حربة تاني مع قدرة ديمبلي على لعب العرضيات بشكل جيد جدا فده ممكن يأهل المنتخب الفرنسي ان هو يصل الى مرمى المنتخب الاسباني لكن السؤال اللي بيطرح نفسه ليه يا عم دي شام بطلعت ديمبلي في النهاية يعني بنشوف ان انت في اخر وقت اللي انت محتاج فيه كل نفس موجود عندك ومحتاج فيه اللععيبة ان هي تضغط بشكل اكبر جدا على المنتخب الفرنسي انت بتطلع ديمبلي اللي هو كان مكمن الخطورة بالنسبة لك فانت شلت الجهة اليمين دي تماما وما بقيش لها اي لازمة بل ان ما بقيش لك وجود او اي وجود هجومي يدل على ان المنتخب الفرنسي حيعود في هذه المباراة في الشوت التاني الشوت التاني بنشوف الفريق الاسباني بيتعامل بشكل افضل او بيتعامل بشكل مغاير للي عملوا في الشوت الاول ان انا بسيب الكورة للمنتخب الفرنسي وابتدي اضغط عليهم من نص الملعب وحاول ان انا استغل اندفاحهم الهجومي وتركوهم للمساحات عشان قلب بهم بالتالت حاول في اكتر من مرة المنتخب الاسباني ولكن لم يستطع ان هو يصل الى مراده وان هو يسجل الهدف التالت بالنسبة للمنتخب الفرنسي ككل لو انا هبص على حد فيه فهقول ان يكون دي ادى اداءات قوية طبعا نقوله كانت ادى يورو عمتا قوي ولكن في المباراة دي تحديدا كان قليل في المستوى وايضا الحارس لكن بعد كده ما اعتقدش ان احنا بنتكلم على حد واللي عايز اسأل برضو عليه ديشامب هو ليه جريزمان برا؟ جريزمان اعتقد ان هو كان احد المتنفسات بالنسبة للمنتخب الفرنسي في المباراة اللي فاتت حتى وان لم يسجل الراجل ولكن كان احد المتنفسات فليه انت سايبه برا وبتنزله في النهاية وجيروه اللي بينزل في اخر خمس دقائق عشان يعملو لك ايه؟ في فريق انت محتاج فيه مهارة اكتر ما انت محتاج ان يكون فيه مهاجمين تارجت لان انت مشوفناش منك اي عرضيات بتلعب داخل منطقة الجزاء عشان تلعب لجيروه ولا تلعب لجريزمان ولا تلعب لاي حد ممكن يكون تارجت هنا يقدر يخلص لك الكورة دي واعتقد ان دي من اسوأ اليوروهات اللي انا شفتها في حياتي على المستوى مجمل وبالنسبة للكبار بالاخص ولكن المنتخب الاسباني طبعا اشدنا به من اول مباراة لعبها اصاد المنتخب الكرواتي مرورا لحد لما وصل للمنتخب الفرنسي واحنا بنقول ان المنتخب ده هو افضل منتخب اوروبي حتى الان في هذا اليورو ادر يقدر مستويات وفعلا الكورة كانت منصفة له ان هو يصل الى النهائي وينتظر مين اللي حيكون خصمه من المنتخب الانجليزي والمنتخب الهولندي اللي حيلعبه بكرة ان شاء الله اتمنى في نهاية هذا الفيديو ان يكون الفيديو عجبك ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش من اللايك الاشتراك في القناة واشايروا الفيديو في كل مكان عشان يصل المحتوى الى اكبر عدد ممكن وشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته